السلام عليك ازاك شباب عملي الاخبار معاكم محمد عبدالفتاح وان شاء الله في الفيديو ده هنكمل مع بعض بيد شرح برنامج الباور باقي المفروض ان انا في الفيديو اللي فات قمت شرحت ازاي نقدر ننزل البرنامج وازاي نقدر نسطب البرنامج على اجهزة الكمبيوتر بتاعتنا وان شاء الله بقى هنبتدي في مرحلة الجد ازاي نقدر نتعامل مع البرنامج والادوات اللي بيوفرها لي البرنامج ده اه زي ما اتفقنا ان البرنامج ده انا بستخدمه عشان احل البياناتي او عشان اعرض البيانات بتاعتي بصورة قوية اللي قدامنا ده ده داشبورد معمولة بالباور بي اي واحد ممكن يجي بيقولي تم انا الداشبورد دي انا قدر عاملها بالاكسل هقولك الفكرة ان البرنامج ده فعلا هيوفر لك وقت كمير جدا الاكسل انا بالنسبة لنا خمسة وتسعين في المائة من شوق دي بستخدم اكسل تمام لكن لما جيت جربت الباور بي اي لقيت ان الداشبورد بيستعمل بصورة اسرع من الاكسل يعني انا اريكوا حاجة مسلا معمولة بالاكسل دي داشبورد معمولة بالاكسل اخدت مني شوية وقت يعني فلنفترض انها اخدت مني تلت ساعة تمام? اه في واحدة تانية هنا دي برضو تمام؟ كل دي داشبورد معمولة بالاكسل. فلنفترض انها لو اخدت مني تلت ساعة على الباور بي اي الموضوع كان اقل. تمام? اقل بكتير يعني ممكن نقول نص الوقت اللي انت يعني لو انا استهلكت الساعة احسب نص الوقت هتستخدمه في دي مسلا داشبورد معمولة بالباور بي اي. دي داشبورد تانية معمولة بالباور بي اي. طبعا اللي فيه قوية جدا جدا جدا. يعني يكفي ان انا مسلا انا هنا عارض اه بيانات مبيعات بتاعت الشركة بتاعتي. اه الشركة ليها فروع في اكتر من دولة في روسيا في البرازيل في الولايات المتحدة في استراليا كندا تمام. اه هنا طبعا كل دولة منهم ليها الفروع بتاعتها. اه كل واحد اه ليه المبيعات الشهرية بتاعته. اه فلو انا مسلا عايز اعرض البيانات بتاعت روسيا فقط. بمجرد مهضرت على روسيا هنا هلاقي كل الرسومات البيانية بتاعت كلها تغيرت وبقت بيانات روسيا فقط. تمام? سواء انت بتعرض المبيعات بتاعت الكيو. تمام? يعني الكورتر الاولاني في روسيا كان المبيعات بتاعته كانت ايه? الكورتر التاني كان ايه? التالت كان ايه? الرابع كان ايه? او سواء انت بتعرض اه طبعا عندي اكتر من حاجة ببيعها فكل حاجة منهم. تمام? اه مسلا الشاشات. الشاشات في روسيا كانت مبيعاتها عاملة ايه? التلاجات في روسيا كانت مبيعاتها عاملة ايه? كل حاجة او كل الرسومات البيانية اللي في الداشبورد كلها تغيرت معايا مرة واحدة بتاعرض لي بيانات روسيا فقط. اه عايز ارجع زي ما كنت هروح ضغط ضغطة تانية عليها هيرجع لي كل الرسومات البيانية زي ما كانت. تمام? اه كذلك في عندي هنا سلايسر زي اللي موجودة في الاكسل. ممكن اقول له اعرض لي بيانات عشرين عشرين فقط. فألاقي رسومات البيانية كلها تغيرت وبدأ يعرض لي بيانات عشرين عشرين فقط. تمام? عايز ارجع زي ما كانت هضغط على عشرين عشرين مرة ثانية هيرجع لي كل حاجة زي ما كانت. فانا انا شايف ان الموضوع في حتة استخدام الداشبورد الباور بي اي اسهل. اه كذلك فيه نقطة حلوة او ميزة حلوة انك الباور بي اي اي تقدر تستخدمه انلاين. فبالتالي اكتر من شخص يقدروا يخش ويشوفوا البيانات اللي انت رفعها على الباور بي اي او على الاكاونت بتاع الباور بي اي بتاعك انت. تمام? يعني لو انتم اكتر من شخص بيشتغلوا. تمام? على اه الملف ده. الموضوع سهل ان هو يبقى موجود على الباور بي اي وسهل ان اكتر من شخص يخش ويستخدم الملف ده. اه تعالوا دلوقتي انا المفروض عايز اجرب اعمل حاجة زي اللي قدامنا دي. اه نبص الاول للشيت اللي احنا استخدمناها. انا المفروض عندي الشيت ده فيه عندي اه السنين. كاتب فيها الفين وتسعة عشر وعشرين عشرين. وطبعا متقسمين نزام الكوارتر. كوارتر معروف ان كل تلات شهور بكوارتر. يعني يناير فبراير مارس ده كوارتر الاولاني. تلات شهور اللي بعديهم كوارتر التاني. وهكذا لحد نهاية السنة. اه في عندي بعد كده دي الشهور دي الدول تمام? دي الفروع اللي موجودة جوه. كل دولة هنا عندي ده المفروض اللي هو انا عندي مقسم الحاجات اللي انا بباعها لقسمين جزء اكسيسوريز وجزء التاني الكترونيك. وهنا تحت من كل واحدة عن الاكسيسوريز دي المبيعات. هتلاقي المبيعات بتاعتها محطوطة هنا. في البرودكت ساب كاتيجوري. اه في الالكترونيك مسلا يندرج تحت منها مسلا الشاشات والمايكروويب ومش عارفه والكلام ده كله. اه عندي هنا طبعا كل اه برودكت منهم لي براند فيه عندي مسلا سامسونج فيه شارب فيه مش عارفة تمام. اه هنا الكميات المباعة هنا التكاليف يعني كل واحدة منهم وقف عليها مسلا بكم. اه هنا عندي التكاليف اللي هو حصل ضرب التكاليف اللي هي الكمية المباعة. عندي هنا سعر الوحدة دي. عندي هنا يطلع للمبيعات بتاعتي ادي بالزبط. وفي نفس الوقت اعمل تاني. تمام? حاطت فيه السنين اللي هي الفين وتسعة عشر وعشرين عشرين. وحاطت فيه الشهور بتاعت كل سنة. ولترجة المطلوب عن كل شهر. تمام? انا دلوقتي هقفل الشيت ده. انا مش محتاج ان هو يبقى ظاهر قدامك بحاجة. تمام. اه هبتدي افتح دلوقتي بردنامج البرنامج البرنامج لو ما بيتفتح بيتفتح بالصورة اللي احنا شايفينها دي. النافزة دي بيقول لك انت لو عايز تعمل باليميل او بالبزنس ايميل بتاعك. عشان تبتدي تشير بتاعتك او تبتدي تشير الملف بتاع الباور بي اي بتاعك ده. فانا حاليا مش محتاج مسلا الكلام ده. فهقفل من فوق هنا. اه. ده زي ما انتم شايفين كده ده الواجهة بتاعت البرنامج. المفروض البرنامج بيعتمد على ايه? بيعتمد على اني اجيب له داتا من برة. وابتدي ادخلها له. وابتدي ابني بتاعتي. الداتا اللي من برة تقدر تجيبها من اكسل. تقدر تجيبها من اكسز. تقدر تجيبها من اي من اي برنامج انت بتدخل جواه او بتخرج منه بيانات. فمن هم هنا هتلاقي مكتوب لي هنا مجموعة برامج. يعني لو عايز اجيب ملف من اكسل فاضغط هنا وابتدي ادخل على الملف اللي انا اه حافظه بصيغة الاكسل. لو اه عايز اه برامج تانية فممكن اضغط هنا على جيت داتا. لاقي مور تحت اضغط عليها. هيبتدي يفتح لي دلوقتي نافذة فيها مجموعة البرامج اللي اقدر اجيب منها اه الدياتا بتاعتي. تمام? كل دي برامج. شوف انت الدياتا بتاعتك تمام? حافظها بصيغة ايه? وابتدي اضغط على الصيغة اللي اتباك. يعني انا هنا مسلا عندي الاكسز. عندي هنا البي دي اف. تمام? عندي هنا الاكسل. فانا دلوقتي الدياتا بتاعتي محفوظة بصيغة الاكسل. فهبتدي اضغط على اكسل. وابتدي اروح اجيب الدياتا بتاعتي. هنا برضو فيه على الشمال قبل ما اجيب بس الملف. اه هنا اعمل لك هو تأسيمة. يعني كل الصيغ. اه فيه مسلا لو عايز فايل فهعمل لك تأسيمة للفايل اللي فيها الاكسل وفيها البي دي اف. مسلا دول اشهر حاجة. اشهر حاجة فيها الاكسز وفيه مجموعة برامج تانية. تمام? هو بقى اعمل لك التأسيمة. فيه مسلا حاجات موجودة. فتقدر تروح وتجيب منها الملف بتاعك اللي انت عايز تدخله على. اه خلينا نروح لال تاني اللي فيها كل الصيغة. وابتدي اطلع فوق. واقول له انا عايز بصيغة الاكسل. دابل كليك عليها. ابتدي يقول لي الملف بتاعك موجود فين بالزبط. فابتدي اجيب الملف بتاعي هو الملف ده. بدأ يفتح لي النافذة دي وبيقول لي. اه انت عايزني اه ادخل لك. ولا عايزنا ادخل لك. البيانات اللي موجودة في الشيت اللي اسمه data. ولا عايزنا ادخل لك البيانات اللي موجودة في الشيت اللي اسمه months. لو تاخدوا بالكو انا هروح بس دلوقتي افتح شيت الاكسل. انا هنا في شيت الاكسل ده. الجدول ده لي اسم. او انا عامله باستخدام table مش باستخدام تمام? آآ عندي هنا في ده عامله باستخدام البيانات مش باستخدام البيانات. فبالتالي لما جيت فتحت البيانات او لما جيت دخلت ملف الاكسل بدأ يقول لي هنا ان اما انك تدخل البيانات. تمام? آآ اللي اسمه انا هنا من اسمه تابل خمستاشر تمام? ده انت عايز تدخله في الباور بي اي. ولا عايز تدخل الشيت لاسمه data ولا عايز تدخل الشيت لاسمه months. اخدوا بالكو ان هو هنا ما قاليش اسم التابل ده. ليه? لان ده مش معمول مش الجدول ده مش معمول بانسرت تابل معمول بالبردر. فهاجي احدده. وابتدى اروح على وقول له تابل وقول له اوكي. انا كده اتحول معايا بقى اسمه تابل واسمه تابل تو هنا. تمام? هبتدي احفظ الكلام ده. وتعالوا نجرب نروح للباور بي اي. ونجرب ندخل آآ لشيت الاكسيل من تاني. اضغط من هنا على طول. ادي الباور بي اي. ده ما انتم ملاحظين معايا بدأ يجيب له. يجيب لي هنا تابل خمستاشر وتابل تو. تمام? وفي عندي هنا آآ الجزء الخاص بالdata والmonth ده اللي هو اسم الشيت او ورات العمل اسمه data. او اسم ورات العمل اسمه month. انا ممكن اعمل هنا على الجدول ده والجدول ده. آآ او لو انت مسلا حابب تشتغل على جدول واحد فهاشتغل على تابل خمستاشر دلوقتي. تمام? آآ بعد كده هبتدي اقول له. او زي ما انتم لحظين المفروض ان هو بيبتدي يجيب لي عرض للبيانات بتاعتنا من هنا. فبدأ يجيب لي البيانات بتاعت ورقة العمل او بتاعت الجدول اللي اسمه تابل خمستاشر. هاي موجودة قدامي. هنا بقى قدامك اختيارين. اما انك تقول له ان الdata دي محتاجة اعدل عليها. او الdata دي محتاجة اوتوماتيك على طول على. فلو انت عايز تعدل على الdata بتاعتك فبتقوله transform data. تمام? بالشكل ده. فهيبتدي يفتاح لك النافذة اللي احنا شايفينها دي وتبدي تعدل على البيانات بتاعت الجدول بتاعك. التعديل على البيانات يعني يعني الجزئية دي فيها شغل. فانا عايز اسيب الشغل ده يعني هنستخدمه فيديو تاني. تمام? عشان ما نلغبطش نفسنا. خلينا نفترض ان الdata بتاعتنا سليمة. ما فيهاش اي حاجة عايزة تتعدل. اوكي? وانا مزبطة من شيط الexcel. فهبتدي اقفل النفذة دي. او ممكن من هنا اقول له ايو انا موافق على ان انا اشتغل بالبيانات اللي قدامي دي بنفس الطريقة اللي مكتوبة فيها ومش عايز اعدل على اي حاجة. فهقول له هنا او دلوقتي بيبتدي او هيبتدي يعمل لود ملاقف بتاعي او هيبتدي يعمل لود للجدوة البتاعي. او دلوقتي بالفعل عمل التحميل. واحد يقول له ايه ده? طب ما فيش جدوة لقدامنا. هقول لك بكل بساطة على ايدك اليمين هنا. ادي اسم الجدوة البتاعي. وادي الاعمدة بتاعته. ادي بتاعت الاعمدة بتاعته. يعني كان عندي مسلا. مش عارف تمام? كل الهيدر بتاعنا بقى محطط لي هنا على جامل. ولو انت عايز يعني تبص على تفاصيل الجدول بتاعك. ممكن لو ضغطنا هنا في الشمال على data. فهيبتدي يفتح لي النافذة اللي احنا شايفينها دي. تمام? دي طبعا الجدول بتاعنا. عايز ترجع للداش بورد بتاعتك فهتضغط فوق هنا على تمام? وتبتدي ترجع للداش بورد بتاعتك. عايز لو انت عندك اكتر من جدول وعايز ما بينهم. تمام? عايز تعمل علاقة ما بينهم زي يعني الناس اللي اشتغلت على فهم القصة بتاعة العلاقة اللي ممكن نعملها ما بين اكتر من جدول. فممكن تضغط هنا وتبني او تعمل علاقة ما بين اكتر من جدول. آآ دي زي ما شفته آآ لما جينا دخلنا البيانات استخدمنا قلنا له ان انا عايز اشوف لو انا عايز اعدل على البيانات بتاعتي. طب لو انا مش عايز اعدل وعايز ادخل البيانات على طول. اعمل ايه? فبكل بساطة هضغط على هنا مسلا. افتح الملف ده تاني. بكل بساطة هتعلم على الجدول وتقول له حمل على طول فهيبتدي حمل على طول مش هيدخلك للنافذة بتاعة التعديل اللي هي بتاعة انا مش محتاج الجدول ده حاليا. آآ انا بقى عايز ابني جدول او ابني بالشكل اللي احنا شايفينه ده. قدامك هنا طريقتين. عشان انت هيقدر تبني شكل بالطريقة اللي انا عملها هو انا ايه اللي انا عامله هنا? انا بكل بساطة عامل صورة. الصورة دي اللي هي باللون الازرق. شايفينه المربعات والاشكال اللي باللون الازرق دي. دي صورة انا اعملها بالباور بوينت. تمام? الصورة دي انا قلت محتاج اعمل آآ الرسومات البيانية بتاعتي هتوبة بالشكل ده. وابتديت اعمل هنا آآ مجموعة ارقام خاصة بالكورتر الاولاني والتاني والتالت والرابع. تمام? في مربعات صغيرة بالشكل ده. وابتديت ارسمها باستخدام الباور بوينت. تمام? آآ دي مش موضوعنا دلوقتي. يعني دي انا ممكن اشرحها في فيديو الواحدة. تمام? آآ ازي نقدر نعمل اشكال زي دي. آآ او اشكال زي دي برضو معمولة بالباور بوينت. وابتديت ادخل الصورة دي كخلفية للرسونات البيانية. انا كده كده يعني الحاجات اللي انا بس هستخدمها في الشرحة في الفيديو ده. هتلاقوها مرفوعة في الوصف تحت الفيديو ده على طول. فقدام او ممكن فيديو اللي جاي على حسب ممكن تلاقييني يعمل لك آآ آآ فيديو خاص ازي نقدر نعمل خلفية بالشكل اللي قدام لده. هبتدي اروح. اما اني هدخل الصورة بتاعت الخلفية في الاول. تمام? ده لو انت عارف شكل بتاعتك هتبقى عاملة ازاي? تمام? اما لو انت مش عارف فانت ممكن تبني بعد كده تحط الخلفية وتزبط الرسومات البيانية على الخلفية بتاعتك. يعني دي طريقة ودي طريقة. فهبتدي آآ ممكن ادخل هنا بما اني عارف انا عايز اعمل هي. فهدخل الصورة الاول. فبكل بساطة من هنا هتلاقي الاداة دي بتاعت الفورمات. اضغط عليها. هلاقي هنا اضغط عليها. هلاقي تحت بيقول لي هنبتدي نضغط هنا على وهي ابتدي اشوف اني صورة من الصور اللي قدام دي هي دي اللي انا عايز استخدمها لو انت مش عارف اني واحدة فيهم. بعد كده اوبن. بقى يبتدي يعرض لك الصورة دي. لا مش هي دي اللي انا عايزها. اذا انت وبالصورة التانية فهوقف عليها هقول له اوبن. اه الصورة نزلت لي اوتوماتيك. انت بالنسبة لك لو ما نزلتش فانت مفروض. او ممكن تليها مخفية بالشكل ده. فانت محتاج عند دي تبتدي تقليلها تخليها زيرو. وهنا تبتدي تقول له فت. تمام? يبقى انا كده خلصت من الخلفية بتاعتنا اللي احنا ممكن نشتغل عليها. الجزء بتاع الفلتر ده انا ممكن اخفيه بس حاليا مش محتاجه دلوقتي. اه هبتدي بقى دلوقتي اشوف انا محتاج اعمل ايه? او محتاج ادخل ايه? بالنسبة للرسوم البيانية بتاعتي. اه اول حاجة مسلا انا محتاج اعملها. عايز اجيب كل عندي احنا كنا عاملين مبيعات بقى ديه بالضبط. الطبيعة لو بتيجي تشتغل هو هنا جايب لك مجموعة رسوم بيانية. فانت الاول بتختار الرسمة وبعد كده بتاعتك جوه الرسمة. يعني على سبيل المثال انا القصة بتاعت الكوارتر عايز اعملها بالستايل ده. تمام? اضغط عليها. فاوتوماتيك لقيت وما عامل لي انسرت لرسم بياني. طبعا فاضي مفيش اي حاجة فيه جوه. اول ما عملت انسرت للرسم البياني ده. لقيت فيه نافذة هنا مفتوحالي. وبيقول لي انت عايز جوه الرسم البياني ده تحط ايه? فعلى سبيل المثال انا عايز احط فيه المبيعات بتاعتي بناء عن كل كوارتر. فالمبيعات بتاعتها ايه? المبيعات معروف ان جواها ارقام. والارقام المفروض عشان احطها. فبحطها في خانة الفاليو. خانة القيم. فابتدي اسيب ايه دي هنا? فبدأ يحط لي المبيعات بتاعتي. طبعا لسه مفيش اي حاجة لان هو مش عارف. هقسمي المبيعات دي بناء عن ايه بالزبط. تمام? وهبتدي اخد بعد كده. آآ كلمة دي. ده المفروض العمود اللي مكتوب فيه. وهكزا. هبتدي اسحابها. ونحطها بالشكل اللي قدامنا ده. عند ابتديت احطها. تمام? فبدأ يعمل لي الرسمة بتاعتي بالشكل اللي احنا شايفينه. طبعا باين قدامي مين اعلى واحد ومين اقل واحد والكلام ده كله. طيب بعد كده. لو تلاحظوا لما باجي بقوف عند اللون الازرق هنا. فبيبتدي يجيب لي آآ مربع يسود كده. وكاتب لي فيه وكاتب لي فيه المبيعات بتاعته كانت قد ايه بالزبط. الدي بيبقى اسمها تول تيبس. تول تيبس دي انت تقدر تتحكم فيها. تقدر يعني انا عايز اقول له مثلا لما اوف هنا عند في المربع يسود ده يبتدي يزهر لي بيانات معينة. فانت الكلام ده كله انت تقدر تتحكم فيه وتقدر تتحكم في البيانات المعينة اللي انت عايزة تزهر لك فيه التول تيبس دي. ودي هنعرفها في الفيديو ده بس قدام شوية. واحد يقول لي انا دلوقتي بعد ما عملت الرسمة دي مش عجباني عايز اغيرها. اعمل يقول لك بكل بساطة. توقف بس على الرسمة كده. تروح رايح هنا تقول له انا عايزة تتعرض لي بالشكل ده. فهتبتدي تتعرض لك بالشكل ده. لأ انا عايزة بالشكل ده. تضغط هنا ضغطة يعرضها لك بالشكل ده. تمام? الموضوع سهل جدا انك تغير شكل الرسم البياني بتاعك. واحد يقول لي طب انا عايز اغير الالوان بتاعتها. هقول لك بس علي. نحط الرسوم البيانية بتاعتنا. وبعد كده اعرفك ازاي تقدر تغير الالوان بتاعت الرسم البياني منتها سهولة. ده كمان فيه مفاجأة في حتة الرسم البياني انك تقدر تجيب قالب جهز بمجموعة رسوم بيانية. تمام? بالالوان بتاعتها. وتبتدي ترميها جوه بتاعتك. تمام? هنعرف الكلام ده كله مع بعض. طيب انا بعد ما عملت القصة دي عايز اسحبها واحطها هنا مسلا. تمام? ممكن نشوف هنا في رسمة الاولينية بتاعتنا كان محطوطة فين? محطوطة هنا او. اوكي تمام? تقدر تقبر وتصغر فيها زي ما انت عايز. تمام? من الحدود بتاعتها دي. حالو. انا كده خلصت من اول جزئي. هبتدي دلوقتي عايز اعمل رسمة بياني تاني وهنا لازم تاخد بالك من نقطة. انا دلوقتي محدد الرسمة دي. لو رحت ضغط على اي رسم بياني هنا هيغير لي الرسمة دي. فلازم تضغط بره عشان يتشال التحديدة من على الرسم البياني اللي قدامك. هنا بقى انا عايز اجيب المبيعات الشهرية بتاعتي. كل شهر انا بايع بقى ايه بالزبط. فممكن نعمل مثلا. فهضغط هنا ضغطة. فبدأ اعمل لي وبدأ يفتح لي النافذة دي عشان ابتدي اقول له انا عايز الرسم البياني بيحتوي على ايه بالزبط. ولو تاخدوا بالكم ان انا الجزئية دي اتغيرت. يعني ربما هضغط هنا هو بشوفوا جايب لي كان باند جروب ديتيلز باليوز آآ تول تيبس. لما هاجه هضغط هنا هلقيه هنا الاكسز والليجند والباليوز والباليوز تاني والتول تيبس تمام. فالبيانات اللي ممكن تتحط على الرسم البياني هنا هتلاقي الدنيا متغيرة شوية. تعالوا واحدة واحدة انا عايز اجيب مبيعات الشهرية. طب المبيعات فين? اهي. المبيعات دي ارقام. عايز تحط الارقام فين? عايز احطها هنا. تمام? طيب. عايز تحط مبيعات شهرية. طب فين الشهور عندك هنا? اهي دي الشهور بتاعتي موجودة هنا. فهاجه بكل بساطة اروح خططها في الاكسز. فبدأ يجيب لي هنا اسامي الشهور. وبدأ يجيب لي هنا المبيعات بتاعتي مرسومة هنا. طيب انا المفروض ان الجدول اللي انا عامل او البيانات بتاعتي دي معمولة على سنتين الفين وتسعتاشر وعشرين عشرين. فانا حاليا المبيعات اللي محتوطالي دي محتوطالي بتاعت الاجمالي بتاعت الاتنين. فانا عايزه يفرق لي شوية ما بين ده وما بين ده. فبكل بساطة ممكن ايجي عندي وابتدي اسحابها وخطها في هنا. فهتلاقي عاملك الفين وتسعتاشر لوحدها. وهتلاقي عاملك عشرين عشرين لوحده كذلك. تمام? ممكن تعملها بنزام بالشكل ده. تمام? فبدأ يعرض لك هنا بيقول لك عشرين عشرين باللون لازرق الغامق الفين وتسعتاشر باللون لازرق الفاتح. شوف طريقة العرض المناسبة اللي هتريح هناك واللي هتخليك تبين ما تيجي تبص للرسمة تفهم تفاصيلها. وابتدي تطبقها. اللي ما كنا عاملينها دلوقتي مش واضحة. تمام? انا تكون واضحة بالنسبة له. فهروح اجرب مسلا بالشكل ده هنا واضحة. ممكن اجرب بالشكل ده اللي هو اللون اللازرق واخد الجزء ده. واللون اللبني. تمام? او اللازرق الفاتح واخد الجزء ده. اللي اتنين في نفس العمود شوف الوضع اللي هيرايحك وابتدي استخدمه. اه انا مفروض الشهور كنت احطيتها فوق هنا فابتدي اسحابها. طبعا انت بتيت صغارها زي ما انت عايز بالشكل ده. تمام? اه ممكن ان نغير مكانها. ممكن نحطها هنا. ونبتدي نشد الرسمة شوي. تمام? لو تاخدوا بالكوا برضو ان هو هنا حاطتلي الرسمة بالترتيب من الكبير للصغير. تمام? كلي هالي بالشكل ده كده افضل. اه نبتدي نروح بعد كده عايزين نعمل اه ممكن نعمل اه النبيعات من حيث الكاتيجوري. اه زي ما اتفقت معكم ان انا مقسم المنتجات بتاعت الجزء ايه? والجزء الخاص بالاجهزة التقيلة تمام? فالاجهزة تقيلة لا زي التلاجهات والمايكرويف والكلام دي كله. فبكل بساطة ممكن عشان اعملها برضو ها في برا كده. ونبتدي نشوف اه الرسمة دي ممكن نكون عايزين نعملها من حيث ايه ممكن نستخدم الرسمة دي برضو اتفتحت لي التفاصيل هنا. انا كل اللي محتاجه. محتاج اخد دي. ونشوف نحطها في ومحتاج اخد المبيعات. الشكل ده احطها في فبعد ايجيب لي الرسمة بتاعتي بالشكل اللي احنا شايفين هو ده. تمام? ممكن نصغرها شوية. ونبتدي نسحبها نشوفها عايز تحطها هنا حطها عايز تحطها تحت براحتك. اه واحد يقول لي الخلفية البيضة دي برضو احنا عايزين نشالها برضو دي من ضمن الحاجات اللي انا هورها لك ازاي نقدر نتعامل فيها. اه هتدي بعد كده البند اللي بعد كده اللي انا محتاجه اعمله. اه ممكن مبيعات من حيث. انا زي ما قلت انا عندي هنا اكتر من دولة. او عندي فروع في اكتر من دولة. وعايز اشوف رسم بياني من حيث الدول دي كلها. فنبتدي نشوف مثلا الرسمة دي. وهي ابتدي اخد دي. ممكن نحطها هنا في وابتدي اخد المبيعات بتاعتي احطها في بالشكل اللي احنا شايفينه. او ممكن اخدها وحطها في تمام? بدل الليجند بالشكل اللي احنا شايفينه ده. تمام? اه هتدي بقى اسحابها برضو. ممكن نصغرها شوية. ونبتدي نحطها هنا. تمام. اه عايزين ناخد برضو زي ما قلت ان انا عندي مسلا جواها حاجات جواها منتجات فانا عايز كل منتج من المنتجات دي يبتدي يتفرز لي. فبكل بساطة ممكن الرسم البعاني بتاعها ممكن يبقى عبارة عن ايه? ناخد برضو شكل العمودي العادي بتاعنا ده. نضغط ضغطة. ونبتدي نسحابه هنا مسلا. هنحط ايه هنا? هياخد السابكة تجري. نحطها هنا. و هناخد المبيعات. نحطها بالشكل ده. ممكن السابكة تجري برضو اسحابها وحطها هنا. تمام? بحيس يبتدي يعمل لي الوان. كل منتج للون بتاعه. او ممكن اقفل دي من هنا وابتدي اسحابها وحط بالشكل ده. اه هحتاج طبعا زي ما انتم عارفين احنا عندنا عشرين عشرين وعالفين وتسعتاشر. ممكن نقسمهم. زي ما انت عايز برضو. ممكن نبتدي نسحب الير. واحطها في بالشكل اللي احنا شايفينه ده. دي طريقة. اه ممكن اشيل اللي جند لو انت عايز تشيلها وعايزها تعرف بالتوتل. وده ممكن نستخدم السلايسر او الفيلتر فيه ان هو يعرض لي عشرين عشرين. تمام? فممكن اشيل الكلام ده من هنا. اه ممكن طبعا بالنسبة للرسم البياني ده نقدر نضيف حاجة عليه. اه انا عايزه يميز لي ما بين الجزء الخاص بالاكسيسوريز. ياخد لونه معين والالكترونيك ياخد لون معين. فبكل بساطة اه ممكن اسحب دي وحطها في الليجند. دي مخصصة عشان يعني يميز لك ما بين اكتر من باند. تمام? فانا بالفعل بدأ يجيب لي هنا اللي باللون الازرق ده الالكترونيك واللازرق الفاتح اكسيسوريز. تمام? ممكن نصغرها حاجة بسيطة. ونجيبها على جنب هنا. اه في عندنا برضو من ضمن الحاجات اللي احنا ممكن ندخلها. اه المبيعات من حيس الفروع. فهبتدي اقوى في بره هنا كده. وابتدي اعمل مسلا. دي كده. وابتدي ااخد الفروع بتاعتي برانش. ابتدي احطها هنا. بالشكل ده. وابتدي ااخد المبيعات بتاعتها. احطها في بالشكل اللي احنا شايفينه. ونبتدي نكبرها شوية. ونبتدي نحطها في الخانة دي. اه في ايه برضو تاني عندنا ممكن ندخله. احنا كده يعتبر حطينا كل الرسومات البيانية بتاعتنا. تمام? دي ممكن نخليها تاخد الحيس ده بالكامل بس. احنا كده بقى ايه? بقى اه نخط الكوارتر الاولاني كنا جايبين بالزبط والكوارتر التاني والتالت والرابع والتوتل بتاع المبيعات بتاعتنا. عشان تقدر تعمل القصة دي. تمام? دي حاجات اسمها كارد. تمام? فتبتدي تروح برضو عند الجزء بتاع رسوم البيانية دي. هتلاقي في حاجة اسمها كارد هنا تضغط عليها. فيبتدي يعملك الكارد او يبتدي يعملك انسيرت دي بالشكل ده. هبتدي بكل بساطة بقى اسحب انا عايز احط جوه الكارد ده ايه بالزبط? فنبتدي نشوف عايزين نحط ارقام في والارقام موجودة عندي في المبيعات. اه لو تلاحظوا هنا حاجة هو كاتب لي واحد تمام? انا مفروض عندي في اكتر من صيغة. اقدر ازهر ازهر بيها المبيعات بتاعتي اما بالالفات اما بالمليون تمام? دي من ضمن الحاجات اللي احنا هنصقها مع بعض دلوقتي. فهبتدي بكل بساطة. اه اولا انا محتاجه هنا يزهر لي الكوارتر الاولاني. فعشان يقدر يزهر لي الكوارتر الاولاني فانا محتاج اعمل فيلتر بالكوارتر. تمام? انا ما عنديش اي خانات ممكن احط فيها بيانات غير الخانة دي. والخانة دي حطيت فيها المبيعات. يعني ما ينفعش اسحب الكوارتر وحطها هنا. طب هنعمل ايه? بكل بساطة اسحب الكوارتر وهروح لخانة الفلتر دي. ولو تلاحظوا عندي هنا مكتوب لي فلتر يعني على الحاجة اللي انا واقف عليها. عايز اعمل ليها فلتر مخصوص. او فلتر على البيجي بالكامل. لا انا عايز على اللي انا واقف عليه مخصوص اللي هو الكارت ده او الكارت ده. فابتدي احط هنا الكيو. وابتدي من هنا اقول له زهر الكوارتر الاولاني بقط. تمام? وانا زهره لي بالمليون. اه ابتدي اصغر. حجمه بس حاجة بسيطة. نبتدي نسحبه. صغر شوية كمان. تمام? انا عايز اطلع لي فوقي بمكتوب لي بس كورتر ون. فبكل بساطة في عندي الاداة دي اسمها فورمات. لو انت عايز تنسك اي رسم بياني اي فيجول اي حاجة انت دخلتها جوه لتاش بورد دي عايز تنسكها توقف عليها وتروح تضغط على الفورمات دي. اجيب لك بقى ادوات كتيرة دي احنا هنتضرب عليها مع بعض. فانا دلوقتي آآ عايز اكتب عنوان هنا يبدأ الكورتر الاولاني. فهروح عندي معمل لها اوف. هقول لأ افتحها بالشكل ده. واشوف عايز اكتب ايه هنا فهقول الكورتر ون. وابتدي انسكها اجيبها في النص. ممكن اكبر خط بتاعها شوية بالشكل ده. ممكن انت تحكم في تمام من هنا. ده طبعا ده بتاع التايتل. لو انت عايز بقى تشيل اللون الابيض. الخلفية بتاعة الكارت اللي احنا حطينه ده. فعندك هنا بدل تمام? اه لو انت عايز تتحكم في اللون بتاع الكتابة بدل ما هو اسود يبقى ابيض. فهتلاقي data label. تمام? ال data label دي معروفة اللي هي من excel معروفة. يعني مسلا عمود بتاع روسيا ده عايز تحطيني الرقم بتاعه كان بالزبط. الرقم بتاعه بكان بالزبط ده اسمه ال label. الرقم اللي بتحطي هنا ده ده اسمه data label. فانا عايز الرقم ده ازبط لونه فباجي من عند data label وقول له عايزه باللون الابيض. بالشكل ده. تمام? اه هاخد بعد كده نسخة من الكارت ده اوف عليه ctrl c ctrl v. وابتدي اسحب النسخة احطها في اللي بعده. طبعا اللي بعده ده انا مفروض ازهر في ايه? كورتر التاني. فياجي من عند كورتر دي وغير الفلتر. واقول له ازهر لي كورتر تو. فبدأ يعرض لي كورتر تو هنا. بعد كده اروح برضو كنترول سي. كنترول في. نوف بس عليها الاول. كنترول سي. كنترول في. وابتدي برضو نفس القصة اسحابها. وبدل كورتر. دي هتبقى كورتر تري. هاجي هنا. طبعا احنا انا هنا واكتب لي انا لسه ما عدلتش الطايفل. عدل عليهم في الاخر. برضو اوف هنا كنترول سي كنترول في. وابتدي اسحاب دي كده. ودي هتبقى الرابع بتاعنا. واخر حاجة هتبقى معانا هي التوتل. ترول سي كنترول في. والتوتل. اجمال المبيعات بتاعنا يبقى هنا. وهنا طبعا انا محتاج اعمل على كله. نيجي بقى نعدل على بتاعنا. فاجأ عندي تاني واحد ده. من فورمات. افتح تايتل. وابتدي اقول له بدل خليها لي. بعد كده اوفع اللي بعده. يعني كل ده اخدوا بقى لكم. عشان انا وقف في فورمات هنا ما تغيرت ليش. لما روحت الكارد اللي بعده ما ما تغير ليش. بدلت وقف برضو على فورمات. برضو هاوف هنا. واكتب سري. اروح للي بعده. برضو هاوف هنا. واكتب فور. اللي بعده. اكتب التوتل. التوتل بتاعنا اديه بالزبط. تمام? اه هنا برضو لو تلاحظوا حاجة ان انا مكتوب لي البيانات بتاعتي بالمليون. لو انت عايز تحولها يبقى الف او بليون تمام? شوف اللي انت عايزه. تمام? ازاي نقدر نزبطها من هنا. آآ بكل بساطة هروح لي. وهلاقي هنا تس بلاي يونتز. شوف بقى ممكن تقول له نن. تمام? او ممكن تقول له آآ ساوزند. تمام? شوف الصيغة اللي انت عايز تستخدمها ايه? اخدوا بالكم من حاجة برضو. يعني انت الرقم لو بالمليون استحالها يبقى يكتب لك جنبه مسلا بالالف. تمام? او بالبليون. فهو يفضل من وجهة نظري خليها اوتو. اوتو افضل حاجة هو يشوف الانسب ايه ويعمله. آآ تعالوا مع بعض نزبط الرسوم البيانية مسلا. آآ في اكتر من طريقة. يعني مسلا انا ممكن روح على فيو. ومن فيو هنا ابتدي اعدل او ابتدي اختار اي من الستايلات اللي عندي هنا هو هيبتدي غير لي الالوان ويزبط لي الالوان بتاعت الرسوم البيانية بتاعتي بالكامل. ممكن اختار مسلا الستايل ده. شوف انت الستايل اللي عجبك ايه? وابتدي اختاره. تمام. آآ انا رجعتها زي ما كانت. آآ انا دلوقتي عايزة اعدل على رسم على كل رسم بياني بطريقة منفصلة. فاجوف على الرسم البياني ده. وعشان اعدل هروح على خانة الفورمات. يبقى انا عندي الخانة دي. الفيلد هنا ببتدي احط الحقول بتاعت الرسم البياني. في الخانة دي ببتدي ازبط التنسيقات بتاعت الرسم البياني بتاعي. آآ هروح مسلا. مسلا ممكن ازبطي اول حاجة انا عايز اشير خلفية. فخلفية يعني باك جراوند. فهلاقي هنا تحت. بدل اضغط عليها تبقى اوف. او ممكن اغير لونها. من هنا. وابتدي اشوف بتاعي عايزي يبقى ايه? اختاري بالشكل ده اتعدلت معي. تمام? او ممكن اقول له زي ما قلت اوف. فانا كده لغيت اللون بتاعي بتاعي. هلو اول. عايز اعمل بقى بتاع الرسم البياني. فهلاقي اهي. عايز تلغيها بدل اون هتضغط هنا يبقى اوف. اهو. تلغيت. اضغط عليها تاني. ظهرت. هنا بتبتدي تكتب انت عايز يظهر ايه بالزبط. تمام? انا هنا هو اوتوماتيك هتب لي. فانت ممكن تقول له. خليها بس. بالشكل ده. هتمسح دي لو انت عايز تمسح. فهاجي بعد كده عايز اغير اللون بتاع الطايتل. فهلاقي برضو في الجزئية بتاع الطايتل هنا ممكن اغير اللي هو انا خليه بالنون البيض بالشكل ده. عايز اجيب الطايتل بتاعي في النص. فهاجي اضغط هنا خليه في النص. عايز اكبر حجم الخط شوية. فممكن من هنا. عايز اغير آآ نوع الخط. فكل دي انواع خطوط ممكن استخدمها. تمام? ممكن اختار مسلا الستايل ده. يبقى دي كده التعديلات على الطايتل بتاعنا. ماشي. عندي بعد كده من ضمن الحاجات اللي انا ممكن ازبطها الداتا لابل. انا عايز ازهر الداتا لابل هنا كل عمود يتحطيلي على الرقم بتاعه. فبدأ فبدأ يتحطيلي. بعد كده اضغط على الايكون دي عشان يفتح لي التنسيقات بتاعت الداتا لابل. اضغط هنا اقول لنا عايزة باللون لابيض. فبدأ يخليها لي باللون لابيض بالشكل ده. آآ ممكن مسلا. عندك هنا بتاع الداتا لابل بتاعك زي في اكسل كنت قدر اتحكم اخلي الداتا لابل تحت او فوق. ممكن تتحكم فيهم هنا. الوريانتيشن ممكن تخليها بالشكل ده. تمام? آآ ممكن تصغر حجم آآ بتاعتك من هنا. عايز تعمل لها فهتعمل تضغط هنا وتبقيه تختار اللون بتاع الباكجراوند بتاع الداتا لابل بتاعتك. عايز تلغي الباكجراوند فهتضغط هنا تبتدي تتلغي الباكجراوند معاك. آآ فيه برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن تتعمل. نسمنا من داتا لابل. انا عايز هنا. عايز اخليها باللون لابيض. تمام? ممكن اكبر حجمان من هنا. يبا ازا انا كل فيلد او كل جزئية جوه الرسم البياني ممكن اضغط عليها هنا. هلاقي مجموعة تنسيقات خاصة بيها. تمام? اللي بتاعتي اللي هو بيقولي عشرين عشرين باللون الازرق والفين وتسعة عشر باللون لابني. ممكن اتحكم. انا هنا مسلا طب ممكن اقوله تمام? شوف انت عايز تحطهم بتاعهم يبقى فين بالزبط وبتدي اختار. آآ ممكن تغير اللون بتاعهم اخليه باللون لابيض. تمام? يبقى مكتوبيني باللون لابيض بالشكل ده. وبرده نفس القصة ممكن تتحكم في حجم الخط والآآ نوع الخط بتاعك. اضغط هنا عشان اقفل الليجند. بعد كده عندي دي قلناها في عندي الواي. ممكن برضو نغير اللون بتاعها. خليه باللون لابيض. تمام? فبدأ هنا الارقام دي تبقى باللون لابيض. عايز تلغي الارقام دي مش عايزها تظهر. فممكن تضغط هنا. بقت ليها اختفت معاك وما بقتش. تظهر. آآ لو انا دلوقتي عايز الون الاعمدة دي. يعني اللون اللبني بتاع الفين وتسعتاشر ده مش هاجبني. اللون لازرق ده مسلا مش هاجبني. عايز مسلا اعمل حاجة شبيهة بالالوان دي. فبكل بساطة. هتروح على داتا كالر. عندك هنا بيقول لك الفين وتسعتاشر لون هاي? وعشرين عشرين لون هاي? تفهم? فممكن اضغط على الفين وتسعتاشر. لبتدي نشوف الالوان اللي احنا ممكن نستخدم. ممكن نستخدم لون فاتح شوية. عشرين عشرين. ممكن نشوف اي لون من الالوان ممكن اقول لكاستم كالر. وابتدي اختار اي لون من الالوان اللي قدامي دي. تفهم? شوف اللون اللي هيريحك ايه? وابتدي اختار. ابتدي اروح بعد كده على الرسمة التانية برضو انا واقف عند فورمات هبتدي ازبطها. نمسك حاجة حاجة فيها. الرسمة التانية بيقول اللي بتاعك عايزه بلون ايه? فهبتدي اقول له. خليها لي باللون اللي ابيض. والباكجراوند عايزها اوف. مش عايزها طبقة زهرة. وعندي الجزء اللي باللون الازرق بتاع الالكترونيك. ده عايزه بابقانهي لون. فممكن اقول له مسلا. اللون ده. والاكسيسوريز ممكن نعمل. نشوف اي لون تاني ممكن نحطه معاها. من هنا مسلا. ممكن نختار نفس اللون اللي احنا كنا لسه مستخدمينه. او شوفوا طبعا دي حاجة بتبقى راجع لكل واحد التنسيقات بتاعته عايز يبقى عاملها بانهي شكل بالزبط. اه برضو هنا بتاعنا محتاجين نزبطه. نزبط اللون بتاعه. من هنا. نخليه باللون الابيض. والداتا لابل بتاعتنا دي برضو محتاجين نغيرها. نضغط هنا. نخليها برضو باللون الابيض. اه فيه طبعا امكانية ان انا بدل معد اه ازبط الرسوم البيانية بتاعت دي. اه في عندي خاص بال في مجموعة نمازج. ممكن تاخد النموذج ده وترميه على بتاعتك. هيبتدي تغير لك الالوان بتاعت الرسوم البيانية. فلنفترض ان انا عايز استخدم ده. تمام? فممكن. نضغط عليه. وابتدي اه احمله. الستايل ده. اه تبتدي تضغط على الصيغة دي. جي اس او ان. اتحمل معك. تبتدي تروح بقى على الباور بي اي بتاعك. ومن عند الاشكال بتاعت الرسوم البيانية تقول له. وتبتدي تدور على الشكل اللي انت لسه محمله ونزل فين هو ده. تقول له اوبن. اوكي. فبدأ يغير لي الالوان بتاعتي. ممكن نخش تاني لو انا مش عجبني ده مسلا. انا فيه كم شكل كنت لسه منزلهم. ممكن نقرب آآ ده. اوكي. بدأ يغير لي الالوان اهو بتشكل اللي احنا شايفينه. ممكن نشوف واحد تاني. انت قعد بقى نزل واجرب شوف اللي هيجبك ايه. وابتدي زبطها عندك. تمام. فبدأ يغير لي الالوان بتاعت. البار بتاع الرسم البياني بتاعي بالشكل اللي احنا شايفينه. كل ما في الامر بقى نبتدي نقف هنا ونروح على فورمات ونلغي الخليها كلها اقف. اوف. اوف كده. طبعا عندنا هنا لو ضغطت على الاداة دي بيبتدي اعرض للرسم البياني بيخليها تاخد الشاشة بالكامل. من هنا. نبتدي نزبط الالوان بتاعت التايتل. خليها باللون لا بيض. نبتدي نزبط ال بتاعنا. انا هنا ملغي. هقول له لا خليهولي اعايز يبقى ظاهر ويبقى باللون لا بيض. الواي والاكس. اعايز اخليهم باللون لا بيض. اد الواي واد الاكس. لو عايز تلجي الواي. تمام? اللي هو بيمكتب لك الارقان بتاعته في الجنب هنا. فممكن تيجي تضغط هنا هتلاقي الارقان دي اتشالت معك. اه لو عايز تغير الالوان بتاعت الرسم البياني ده بالكامل مسلا ممكن عايزين نخليها باللون اللاموني ده. فبكل بساطة هنروح على data color. ونبتدي نختار اللون اللي احنا عايزينه من هنا. فرضا اللون ده. طبعا عايزين نغير الالوان بتاعت الواي والاكس. البيض. اللون لا بيض. بتاعنا عايزين نخليه باللون لا بيض. اعتقد الموضوع يعني سهل جدا. تمام? نيجي برضو على الرسمة اللي بعديها دي. برضو عايزين نخلي الحروف بتاعتنا بالكامل باللون اللي بيض. فنيجي نضغط هنا كده. وهنا باللا بيض. ال detail label on. وهنخليها باللون اللي بيض بالشكل ده. عندي هنا محتاجة تتزبط. نعملها برضو باللون اللي بيض. وال title اخر حاجة معنا. برضو هنخليها باللون. تمام? يبقى كده يعني بمنتهى البساطة قدرنا نعمل بالشكل اللي احنا شايفينه ده. واحد يقول لي طب لو انا عايز بار بار. يعني البار ده مسلا عايز الوينه. تمام? اعمل ايه? فبكل بساطة. انا اوف مسلا على الرسم البياني ده. وابتدي اروح على الفورمات. وابتدي. واقول له شو اول. بدل ما هي اخليها اون. هابتدي يجيب لي هنا بقى كل عندي. اضغط بقى على برانش برانش هنا اقول له ده مسلا نخليهولي باللون ده. تمام? اهو بدأ يتغير معي. طب عايز ارجعه زي ما كان فاضغط هنا. واقول له. رجعهولي زي ما كان. تمام? طيب ده كان بكل بساطة اه ازاي نقدر نحط رسم بعيني وعرفنا ازاي نعمل التنسيقات بتاعة الالوان بتاعة الرسم البياني. اه في عندي زي ما قلت ان انا لما جاوف هنا يظهر لي الكارت الاسود ده ومكتوب لي فيه بيانات معينة. اه عايزيني نقي حاجة مسلا. مسلا حاجة زي دي. نقف على الرسم البياني هنا. بتاعنا ممكن نقول له ابتدي خدلي المبيعات وحطها لهنا. او بلاش ابتدي خد الكميات وحطها لهنا. فنيجي نقف هنا مسلا على اي عمود من الاعمدة دي. فبدأ يقول لي الكمية كانت قديب الضبط المباعة من روسيا. عايز تلغيها طبعا. تضغط هنا على الاكس دي اللي عند التول تبسط ليها اتلغيت معك. نيجي بعد كده اه للجزئية بتاعة الفلتر. انا دلوقتي عايز بتاعتي بالكامل دي تعرض لي بيانات عشرين عشرين فقط. فهنا هنميز ما بين حاجتين. اما اني بعمل او بزبط الفلتر لرسمة واحدة او بزبط الفلتر للداشبورد بتاعتي بالكامل. فهاجي هنا مسلا. ابتدي اسحب من هنا. اقول له انا عايز اعمل فلتر فلنفترض با يشرين عشرين فين او ينائل يير. فابتدي احطها هنا. تمام? عايز اضيف تاني. فابتدي اسحب اد داتا فيل دي هنا برضو. هبتدي اقول له انا عايز ممكن نرفعهم بالشكل ده لفوق. عايز اعمل اد تاني لفلتر تاني. ممكن الشهور. برضو. نرفعهم لفوق بالشكل ده. اه ممكن من هنا. تمام? مشوف انت عايز تعمل فلتر بايه? وابتدي اضيفه هنا. اه عايز اعرض مسلا عشرين عشرين فباجي بضغط على. بدأ يعرض لي طبعا على كل الداشبورد بتاعتي بيانات عشرين عشرين عشرين. عايز الاتنين مع بعض هعمل سيلك تقول. بدأ يعرض لي الاتنين مع بعض. تمام? اه عايز مسلا هنا عايز مسلا يعرض لي الحاجات الخاصة بالاكسيسوريز بس. فاخد بالك بس ان انت ممكن لو فتحت ممكن تليها بالشكل ده. فهتلاقي او بايسيك. فممكن تقول له بايسيك من هنا. بقى يبتدي يعرض لك بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هقول له يعرض لي الاكسيسوريز بس. فبدأ يعرض لي البيانات الخاصة بالاكسيسوريز بس. اه يعرض لي الاتنين مع بعض. فس الليك تقول هيبتدي يعرض لك الاتنين مع بعض. فيه برضو بدل ما نستخدم الفلتر ممكن نستخدم شرايح زي اللي موجودة في يعني هنا مسلا في الستايل ده. انا دي كده شرايح. تمام? لاغي فكرة الفلتر. قدر استخدم فلتر عادي بس انا لاغي الفكرة. وحاطة الكصة بتاعة السلايسر او النقطة بتاعة السلايسر. اضغط هنا عشرين عشرين. يبتدي يعرض لي اوتوماتيكا عشرين عشرين. اضغط عليها مرة تانية لغالي الفلتر اللي انا كنت عمي. طب ازاي نقدر نعرض السلايسر دي? موضوع بسيط جدا. هنيجي هنا مسلا. هلاقي هنا اه اداة السلايسر موجودة اهي. اضغط عليها ضغطة. اتأكد بس ان انا ضغط بره الرسوم البيانية. وابتدأ اضغط ضغطة هنا. ادي السلايسر. انت عايز تعمل السلايسر بايه? ابتدي اقول له مسلا معنس. نبتدي بس ناخد بالنا من حاجة. نسحب بس السلايسر فوق عشان الاتنين دخلوا ببعض. اخليها فوق كده. اقول له مسلا عايز اعمل بالشهور. تمام? فبدأ يهاردلي بالشكل ده. ممكن طبعا نزبط دي كده شوية. وممكن نقول له خليها لي بدل ما هي خليها لي اضغط هنا وابتدأ اختار الحاجة اللي انا عايزها. دي طريقة. او اقول له خليها لي واجي برضو من فورمات ازبطها بدل ما هي ما تجيها لي بالشكل ده. تمام? او احولها من لهوريزنتل. وين بتدي تسحابها وتحركها تحطها بقى في اي مكان انت عايزه. انا طبعا بالنسبة لي بالنسبة للداشبورد دي ما كنتش حاطت في دماغي ان انا عايز اعمل سلايسر. عشان كده مش مجهز مكان ليها. بعكس الداشبورد التانية كنت مجهز مكان ليها. اه برضو من هنا بتاعها الخلفية البيضة دي ممكن الغيها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. اه لو عايز الون المربعات دي بدل ما هي باللون الرمادي اختار لها اي لون تاني. فبكل بساطة برضو ممكن نروح. عند ايتمز. ومن ايتمز هنا ابتدي اختار اللون. اه اللي انا عايزه للخلفية ممكن اختار مسلا. اه نقول اللون ده مسلا. فبدأت الخلفية تتغير معي. اه ممكن اغيرها بدل ما هو الحروف بتاعتي باللون ده. ممكن اختار اي لون تاني شوفها لون ابيض مسلا. شوف المناسب ليك وابتدي اختاره او لون اسود بالشكل ده. اه عايز اعمل سلايسر تاني. فبرضو بنفس القصة هيجي اروح ضغط على سلايسر هنا. هي اسحبها البرة كده بس شوية. واشوف اعايز اعملها مسلا بلير. اسحبه حط هنا. شوف الطريقة اللي انت عايز تعرضها من فورمات. عايز الغي الباكجراوند لغيته من هنا. عايز تلغيها فهتدوس من هنا. تبتدي تتلغي معك. تقف هنا عليها. وتدوس تبتدي تتلغي معك. عايز تفتح تانية زي مسلا في الاكسل كنا نفتح شيء اولاني وتاني وتالت من علامة الزاية دي. كل ما تضغط عليها هبتدي يفتح لك. عايز تلغي تضغط على الاكس دي. هبتدي يلغي لك تمام الورقة التانية دي او الصفحة التانية. اه لو انا دلوقتي خلصت مسلا بتاعتي. طبعا في كلام تاني ممكن يتقال وان شاء الله هنبتدي نجهز فيديوهات تانية عن الباور بي اي. ما هو منك لو خلصت تروح على فايل وتقول له سيف او سيف اس. شوف انت عايز تحفظ الكلام ده فين بالزبط. تمام كده يبا انا كده خلصت وحفظت الملف بتاعي بكده انا وصلت لنهاية الفيديو ده واتمنى ان يكون اعجابكم. تنسوش بقى لايك شير سبسكرايب في القناة. ولو انتم مشتركين في القناة متنسوش تفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بنزله في القناة. يلا اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاي.